حل الحشد هو مطلب إسرائيلي أماراتي بالدرجة الأساس وأمريكي بالتأكيد يعني فأمريكا والأمارات شخصت الكتل اللي ممكن تقوموا بهذا الدور دور حل الحشد الشعبي ولهذا شفنا ارتفاع مو طبيعي بمقاعد الكتلة الصدرية ارتفاع مو طبيع ومو منطقي بتحالف تقدم كتلة تحالف تقدم ارتفاع مو طبيعي كتلة التحالف الكردستاني ليش هاي؟ موتهنان وديتنا إلى مطاب آخر أنت الآن ضمنيا تتهم القوى الفائزة بأنها هي على خط إسرائيل وعلى خط أمريكا وهذا خطاب خطير يا أخي لا لا مو على خط إسرائيل ولا يجوز بدون اتفاق بس هي أمريكا والأمارات مشخصة الكتل اللي رافضة لوجود الحشد الشعبي أو الكتل المعادية للحشد الشعبي فنوع من التزوير المركزي يحدث في السيرفرات تصعد من منسوب مقاعد هاي الكتل يكون هاي الكتل لا متواطئة مع الأمارات أو ما تعرف بالموضوع بس هي بالنهاية أمريكا مشخصة الكتل الداعمة للحشد الشعبي ومشخصة الكتل المعادية والغافضة لوجود الحشد الشعبي خليني أقول لك على حقيقة عندما حدثت المحاكات من قبل الشركة الفاحصة كان كل ممثلية القوى السياسية موجودين أثناء حصول المحاكات هذا أولا الشيء الثاني السيرفرات ليست بالإمارات السيرفرات بالعراق وأسأل الأخوة كلهم حتى أنت تكون على بينه ويكون خطابك واضحا السيرفرات هنا حبيب قلبي حسب المعلومات المؤكدة واللي ما أخذها أنا من المفوضية لا لا أنا أخذي لك شيء من الأخوة المفوضية حبيب قلبي السيرفرات أعلنت أنا حسب معلوماتي السيرفرات بالإمارات أصلح لك هذه المعلومات السيرفرات موجودة في بغداد ورئيس المفوضية وهذه التصريحات موجودة أتمنى إحنا الآن حصل ما حصل ما نريد نوسع هوة الخلاف لأننا بحاجة أن يكون هناك تماسكا شيعيا وبحاجة إلى خطاب نلملم به جراحات أنا دائما أنتقد وبصوت عالي لكن عندما يصل الأمر إلى الدم العراقي والله أكون أنعم من حبة الدخل أستاذ أحمد أرجوك أستاذ نجي إحنا بالعكس اعتراضاتنا وانتقاداتنا للحفاظ على نزاهة الانتخابات أولا للحفاظ على مسار العملية الديمقراطية بشكل صحيح وللحفاظ على القوة التي حمت العراق وحفظت الدم العراقيين وحمت سيادة العراق وهي الحجد الشعبي بالدرجة الأساس فإحنا بالنهاية هذه انتقاداتنا هي كجزء من حماية الحجد الشعبي كجزء من استرداد استحقاقات بعض الكتل الداعمة للحجد الشعبي يعني من غير المعقول أن تحالف الفتح من 48 مقعد إلى 14 مقعد يعني نبينك استهداف وتزوير ممنهج للنتائج الانتخابات إحنا حتى نقطع الشك باليقين أما بالنسبة لقضية الإشراف والممثلي الكتل اللي أشرفه أولا المفاوضية أخذت نماذج من الصناديق وطابقت بين العد الإلكتروني بيها والعد اليدوي بدون إشراف ممثلي الكتل ولهذا الحل اللي ممكن يقطع الشك باليقين هو المطالبة بحل وفرز يدوي شامل يشمل جميع صناديق الانتخابات هذا برأيي ممكن أن يعيد التوازنات ويعيد النتيجة الحقيقية وبالنهاية ينصف الكتل الخاسرة وبالنهاية يقطع الشك باليقين ويبين مدى الأصوات الحقيقية المشاركة في الانتخابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر